بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأشرح لكم القصة الأولى اللي داخل وزارة من نصوص الكتاب في كتاب الصف السادس الابتدائي المنهج الجديد في فيديو سابق طبعا أنا شرحت هذه القصة وعليها كانت أسئلة مطولة وعديدة وموسعة وشاملة للقصة ولكن بعد أن وصلتنا التعليمات من منسقي أو المشرفين ومسؤولين عن المناهج بأنه فقط نتحدد بالأسئلة المحددة لهذه القصة وهي أربعة أسئلة فقط فراح يكون عندنا فيديوين عن هذه القصة الفيديو الأول يكون بصورة مطولة وموسع وشامل للقصة والفيديو الآخر هو فقط الأسئلة المطلوبة في الوزاري واللي حددونا إياها المسؤولين فراح نبدأ بشرح القصة وبعدها نقرأ الأسئلة الخاصة بالقصة A waiter's day A waiter's day هي معناها يوم نادل يعني النادل اللي يكون في المطعم وهو أحمد يعني اسمي أحمد يعني اسمي أحمد I am a waiter أنا أنا نادل يعني النادل في المطعم and I work in a busy restaurant in Baghdad وأنا أعمل in a busy restaurant busy معناها مزدحم وrestaurant معناها مطعم في مطعم مزدحم in Baghdad في بغداد We are open for breakfast, lunch and dinner يعني نحن نفتح المطعم للفطور والغداء والعشاء We close يعني نحن نغلق المطعم at 9.30 in the evening يعني نغلق المطعم في الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة في المساء The restaurant is famous for its مكلامة, كوزي and برياني يعني المطعم هو مشهور famous معناها مشهور for its مكلامة يعني بالمخلمة وكوزي يعني القوزي وبريني البريني For one week لأسبوع واحد I do the breakfast and lunch service and the next week I do the lunch and evening service لأسبوع واحد I do the breakfast and lunch service يعني الأسبوع واحد عملت في خدمة الفطور والغداء والأسبوع التالي I do the lunch and evening service يعني عملت في خدمة الغداء والمساء lunch معناها الغداء والمساء evening وservice معناها خدمة في خدمة الغداء والمساء I prefer يعني أنا أفضل to start early to be at home يعني أنا أفضل أن أبدأ start early يعني مبكرا to be at home لكي أقوم في البيت when my children get back from school حينما my children أولادي get back يرجعون from school من المدرسة waiters who do breakfast service الناجلين الذين يعملون يعني في خدمة الفطور start يبدؤون at 6.30 يبدؤون في الساعة السادسة والثلاثون دقيقة but the cooks the chefs يعني الطباخين cooks والكلمة المقاربة اللي نفس المعنى هي the chefs يعني الطهات start يبدؤون at 6 o'clock يبدؤون في الساعة السادسة I wear يعني أنا أرتدي a uniform يعني زي الرسمي to work للعمل ما هو زي الرسم يكون black drawers يعني بناطير أو سراويل سوداء a white shirt يعني قمصان أو قميص أبيض a white shirt يعني قميص أبيض a waistcoat يعني صدرية صدرية الرجل and a bow tie وربطة العنق I like my job أنا أحب وظيفتي because لأنه أو بسبب I meet lots of interesting people لأنه ألتقي I meet معناها ألتقي lots of interesting lots معناها الكثير of interesting people من الناس الممتعين every day كل يوم I am I am a friendly يعني أنا ودود helpful person يعني شخص متساعد أو متعاون ودود one day في يوم من الأيام I want to have my own restaurant في يوم من الأيام أنا يعني أريد أن أملك مطعمي الخاص وهذه هي الأسئلة الخاصة بالقطع البالععلى waiters day ويلتزم المعلم بهذه الأسئلة فقط حسب ما وردتنا التعليمات من المسؤولين number one what time does the breakfast service start ما هو أو ما هو الوقت الذي تبدأ به خدمة الفطور start معناها تبدأ service خدمة و breakfast الفطور at six o'clock or at six thirty طبعا تكون at six thirty تبدأ لأنه six o'clock يبدأون the cooks الطهات chefs the chefs number two what's another word ما هي الكلمة الأخرى for a cook للطباخ in restaurant في المطعم chef or waiter طبعا تكون chef لأنه هي كلمة أخرى للطباخ waiter معناها النادل number three which service does Ahmed prefer أي خدمة which معناها أي which معناها هنا أي service أي خدمة يفضل أحمد يعني أحمد يفضل prefer يفضل breakfast or lunch طبعا هو يفضل breakfast الفطور واللانش هو الغداء فهو يفضل breakfast number four what's his uniform what's his uniform ما هو زيه الموحد أو زيه الرسمي يعني للعمل يكون black trousers يعني سراويل سوداء and white and a white shirt وقميص أبيض or أو تكون white trousers يعني سراويل بيضاء and a black shirt وقمصان أو قميص أسود فتكون الأولى هي black trousers سراويل السوداء and a white shirt وقميص أبيض ويكون زيه وهذه القصة هي طبعا الخاصة ب unit 1 lesson 4 يعني الخاصة بي بي unit 1 الدرس الرابع page 11 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر